السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتتبعي قناة تعليمية جاء في بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية أنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سيتم الرجوع إلى الساعة قانونية للمملكة بتوقيت جرينيتش بتأخير ساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد الحادي عشر من أبريل القادم إن شاء الله كما أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنه سيتم الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتأخير ستين دقيقة عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد الحادي عشر من أبريل القادم إن شاء الله وأضف البلاغ أنه بعد نهاية شهر رمضان سيتم العودة للعمل بتوقيت جرينيتش زائد ساعة ذو ذلك بإضافة سيتون دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس عشر من ماي القادم إن شاء الله وأضفت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن مواقع العمل بالإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات ترابية ستغير خلال شهر رمضان مبارك باعتماد توقيت مسترسل للعمل من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزابول من يوم الأثنين إلى يوم الجمعة وبالتوفيق لكم إن شاء الله ورمضان مبارك سعيد